اولا يجب ان نفهم ان التوطيع على هذه المفادرة هي تعد او انها رسمت حقيقة انغلاق مشهد السلاسي لحلي عبدالله فارح في المرحلة القادمة وتحويله لمجرد شكل ورغم ان موضوع صدر رئيس فخري او رئيس شرفية ليس لها اي مستعد قانوني بالنسبة لتباعب المواقف السياسية بين الشباب طوار في الساحات وبين احزاب اللقاء مشرك او المنظومة السياسية فامر طبيعي اعتقد لان هذا السواء يعتقدون ان المنظومة الكاملة لانجاب الثورة لم تتحدث حد الآن صحيح عنها اباء زاء يعني يحت عن عبدالله فارحة عن مشهد السياسي لكن هناك كثير من المطالب لم تتحقق للمعارضة امامها وهذا التحدي المعارضة السياسية انها تلبيها في المرحلة القادمة وهذا هو ما سيفتح ايضا لبما قابل الاشتراع بين الشباب واحزاب المعارضة التقليدية لكن الاهم هو أن بدأت هذه الساعات ليالان اليمن حدون عبدالله فارحة رئيس فائل وصانح للحدث باعتبار ان كل صلاحية العسكرية والمالية والاعلامية وغيرها لم ترد في يده وليس له اي علاقة بها وبالتالي هذا الامر يعتبر مرحلة كارقة الأحزاب السياسية كأهداة سياسية ترى نفسها انها حققت هدف استراتيجي من سورة براير وهو الرحيل او الابعاد عن التنحي عن الحكم لكن الشباب اه كان هذا هدفهم الاستراتيجي لكن بعد ان تتشغلت سمسنا من القتل والجرائم الذي تتشغلت لحق المعتصمين اصار من الاهداف الاستراتيجية ايضا محاكمة الذين تتغلوا للجرائم وعلى رأسهم طبعا عن عبدالو صالح لذلك اعتقد ان المرحلة القادمة هي مرحلة اكثر سخونة في التجازات ومن عنوين هذه السخونة اشرت اليه من امتنية حصول الصراع بين المعارضة وبين شباب الثورة ولكن رموز المعارضة اكيد انهم يعلمون حجم هذه الهوة بينهم وبين شباب الثورة ويراهنون على الوقت وعلى الزمن وعلى العقلانية والنظر البراجماتية لتليين مواقف هذا الشرع الى حد هناك اعتقاد بان هذا الرهان قد يكسب مستقبلا اعتقد ان ذلك شيء مؤكد انه واني اعود لانما كان هذا التخريج لفقط ان يخرج من المسجد السلاحي بطريقة كثيرا عما تنقل به هذا هو الان الان انتقل الخلاف والتجازم بصراحة من مباشرة بين الشباب السلاحات وان الان عبدالو صالح بالتحديد وعائلتي الى اه الوجه الى ذلك الاحزاب التقليدية المعارضة ستظن في تحدي في ان تردي مطالب الشباب من خلال تحنين محاكلة معادلة لان عبدالو صالح وهذا ما اتبثوا حتى الان اتحدى باعتبار انه اه ليس هناك اي حصانة او ضمانة فيما يتعلق بجرائم القتل لذلك اعتقد ان هذا هو المطلق الستواتيجي بالنسبة للشباب تجاه الحكومة الخادمة وايضا تشكيل اليمن الجديد لذي طالبهم الشباب من دون من توقف كما يقولون اه لديهم الدماء هناك مراتبون يتشاغلون زائمان من هذا تم التوقيع في هذا الوقت على التوقع نحن الرئيس على صالح بينما كان ممكن أن يوقعها منذ وقت نذكر من دون أن تسوق كل هذه الدماء وتسألون أنه أما كان أفضل لو أنها وقعت حينما وقعت مع أحزاب الدقاء المشتر لو وقع على أبوالفارح ذلك كانت مطلب والغضب والحمق للصوار سيكون أقل مما هو عليه الآن لذلك أعتقدون أن هناك اجتماع بدماء الشهداء والجرحة والمصابين التي في كل شعات الوحيد يعني هذه التجذبات وهذا الصراع المحتمل كيف أي شكل يمكن أن يتخذ مستقبلا سايد؟ معذرة أنه ما تشملتك أخير يعني ستحصل بالتأكيد تجذبات أنت تحدثت عنها ويتحدث عنها الكثيرون خاصة بين الموقعين على هذه المبادرة من المعارضة وبين شباب الثورة أنا سألت عن الأشكال التي يمكن أن يتخذها هذا الصراع يعني هو التوقعات الآن أنها ستستمر الأولى التصعيد السويد السلاحات الشراب لم يترك السلاحات ستظل مسألة المطلب الرئيسي بتسليم صالح من المحاكمة هذا المطلب وهو حمواناً الحلقة بما كان الحموان الأبرز هو رحيم صالح اليوم هو الحموان الأبرز هو محاكمة صالح وعائلتي وابنائي الذين التفقبوا كما يقولون الشراب هو جراء مقصد حق المعتصمين هذا هو الحموان الأبرز وبالتالي الضغط سيؤدي بالاعتقاد إلى أن تخضع الحكومة القادمة لمطالب الشباب في السلاحات أشكرك أشكرك سعيد سعيد ثابت سعود إليك مدير مكتبنا في اليمن سعود إليك لاحقاً أعود مباشرة إلى القاهرة إلى